السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعرفها تسمى بالعمش أو بالرماد بالعامية عندنا نقول عينيهم مرمضين أو معمشين هذه القمضة الصفرة رأيها إفكاس بالنسبة للحبوب والنسبة لها المادة تكون بحل الشكل الحلي تخرج من العينين ويكونوا العينين حمر ويكونوا العينين ويكونوا العينين وأصلا هي البومادة الصفرة خصيصا ديال العينين إلا أن الناس اللي جربوها جربوها وصدقت لهم لبعض الأشياء وتناقلت الأخبار بالناس ولت أشياء عامية عندنا كيداووا بهالناس من بزاف ديال الأمراض نقول لكم أنا هنا في المنطقة ديال الصحراء الناس كيدا المنزل الصحراوي ويبغيت شي صحراوية إلا كانت تسمعني تقول هالي في التعالق ما كانت تخطاهم ش هاد البومادة الصفرة الدرجة مبالغ فيها غدي نقول لكم الأشياء اللي شفتها أنا لأنني أنا جيت هنا جيت لهذا المنطقة ديال الصحراء وأنا بقى صغيرة يعني المعلومات اللي خديتها المعلومات يعني العشوائية اللي خديتها هكذا غير من السكن ديالي في الصحراء معلومات كثيرة وخديتها فقط هنا في المنطقة ديال الصحراء على هاد البومادة الصفرة كينشي حويج اللي جربتهم غدي نشاركهم معاكم وكالي حويج أخرين استعمالات ديال أخرين كيجيبوا لي الضحك اللي سمعتها وما غنقدرش نجربها هوا ما غدي نشاركهم معاكم الاستعمال الأول اللي أول مرة أنا استعملتها هي بالنسبة للحبوب اللي كيكون في الوجه في ماشي داك الحبوب كيكون بحل شكل ديال ديال الجيد اللي يوزة كيكون واحد الحبوب رقيق بزاف ما كيبانش حتى لقربتي البشرة اللي كيبان والليل سلمتي على شي حد كتحس بانا إما كيتدقوك هادك السييدة بحلى فيها شي شوك هكذا إلا أنا وراه ما مقيح ما والو كيكون غير تحت الجلدة ورقيق بزاف ووحدة حدا وحدة باش نعطيكم بالضبط اشمن حبوب داك الحبوب اللي كيكون بحل كيما كنقولو احنا بحل ديال حساسية ولا بحل ديال العرق كانت نقولو الحبوب ديال العرق كنتمضى حبه 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 وكيكون كله الوجه كله عمر ولا يدي كاملين عمرين هادي راها افكاس ديريها سوى تكون بوحديتها لأننا ينا استعملتها غير بوحديتها ولكن بالضبط انا استعملت واحد في المية باش نشارك معاكم هادك الشي اللي درت بالضبط استعملت هادي 1% و 3% استعمال بالنسبة لحبوب لحبوب العرق يساعدون العنق و المفوج لحبوب 1-3 يام نتيجة رائعة من داخل بالنسبة لهذا البومادة إلا بغينا نديروها و نديروها للتبهيد و تا هي مجربة و جربوها راه ماشي هي أصلا مضاد حيوي و غين نديروها مع واحد الكريمة أخرى ذاك الكريمة غير باش نقص نجه ديال هاد البومادة لأنها راه ماشي ماشي استعمال ماشي الطبيب اللي قالوا و إنما غير بتجربة ولكن هي ما يكونش عندها خاطر لحقاش نديروها في الوسط ديال العين باش كتداوي لنا الحبوب إذا إلا درتها غير في البشرة ديالك من الفوقرة ما غادر لك والو ما غادر لك الله يسترلاتي مرض لا حبوب لا والو بالعكس هي غادي تحيد و هي مادم كنديروها في العين في الوسط ما غاديش نخافه منها نهائيا أنا هنا كنديرها مع أي كريم ما يضغطون مع أي كريم مرطب أي كريم مرطب اللي عندك أغلبي حين كما كتعرفوا أنا كنستعمل نيفيا لأنه رخص و غير نقول لكم بعض الأسرار راه ماشي ضروري باش نشري كريمات كاتمشي باش نشري كريم من لا فارماسي كي يقول لك هاد الكريم خاص تقديره مدة تقريبا ديال ثلث شهور و هكذا كاللي كتبه النتيجة ديالو و كي يكون بعض الخطرات كيعطينا سائج خايبة كيعطينا دكت إما كي قشار و إما و كيتولي البشرة ديالنا مدبوغة بزاف و كيكون الثامنة ديالو باهض تصوري أنه كريمات كين كريمات كي يديرو خمسة عشر ألف عشرين ألف لا راه عن تجريبة راه كي يقول لك سل مجرب لا تصل الطبيب راه عن تجريبة أنا ما كنديرش الكريمات الغالين قاع نهائيا حتى لو ابنتي يديروهم حتى لو قالت لي ماما أنا بغي ندير هادا و هادا مهمي لابغاتي و غنخليها تجرب باش و غنخلي باش و كي تكون كريم في الدر و عارفة أنا غالي ما كنستعملوش أعرف هرث غادي نضير نجابي فقط أنا كنستعمل غير هادا لالبشرة ديالي الحمدولي الله و أخرى كيفما كنقلكم دائما و بعض المتتبعات يقولو لي ايا ما تقوليش هكذا و أخرى اي اعجي يعني كبيرة و راه كيفما كنقلكم و رغم ذلك البشرة ديالي الحمدولي الله ما في عادي شي حاجة و هاد الكريم هادا بالضبط أنا درتوه من بعد عرفته بانا في المؤخرا كنت مقش كن دير فيدوات تقريبا 21 يوم ولا كتر لانا أنا كنت مريدة بهادا المرضى ما كان حمنش نقول حتى سميته كعافي كيرجع لي الدين خاشينين كي ديرنا القدام كي بلوه خاشينين البشرة ديالك البشرة يلقصي سيقين كل شي حاجة سبحان الله الحمدولي الله أنا جيت منه وبغيت ناس كلهم ينجاو راه كترجعي بحلشي حاجة كتقصي شي كرشة ولا كتقصي ليلة محمد رسول الله كترجعي كلك يلقصي البشرة ديالك تخرشي علاش ديك البشرة ديالك كتنشف راه كيف ما كتشوفو يدية أنا ادية اه كانو ضعاف وما كان بغيش مكون غليضة ولكن دابا زادوا اكتر ونشفو 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 الواحد الدراجة حتى حتى يلدوا وزيد ديالك عليا ديالك بحلقة ديالك حتى تحرشو لشي حاجة درجات انهم كيش دولي في المانطة في الليل كيش درونجيوني كيش حليا دمني ديالك أنا قد قولوا لش كان قولوا هادشي كان قولوا هادشي بشتعرفوا بان هادشي حال افكاس هادشي بوحديتها اللي استعملت اخديت كريم نيفيا انا دائما كان دير كريم ايضغط هو نيفيا وخديته وضفت عليه فكرتني فيها بنتي هاد بوحدي فكرتني فيها بنتي لدرجة ان هاد الدفران ديالي من هنا هاكدك فيهم دوك القشور دوك اللي كان قولوا احنا بوش انتوف هاكدك مقشرين كلهم الاضافير ديالي حالتهم يدي من الوسط كيتقشروا يدي من الكف ديالي يدي كتتقشر ورغم اني انا مريضة ما كان غسل معلب جعبين رغم ذلك البشرة ديالي كلها نشفت عنه قيوي وهادا وقلت لكم هنا انا كنوريكم هاكده هاد الطباعة هاكده كلهم تتقشروا كيفما قلت لكم لدرجة اني لحظة يدي على واحد اللي زار ولا واحد التوب والمانطة كيشد ليه فيهم دابرة شوية الحمدلله وخبق الاضافير ديالي باقين شوية وانا كيل الحمدلله وحاجة اخرى هادا اللي داومت فكرتني فيه بنتي فقط وداونت هاد الكريم درت بوحطة كبيرة وداونتها من الليل وانا غير قاسة ماشي غير من الليل في اي وقت كتعرفوا اللي مريض حطا ديك العلبة احدايا كان شربت وايا الحمدلله وكان دينبها ديك في اي منطاقة تفكر شي في ضهري في خاضي في اركابية اركابية وليت بحاجة شكل ديالي اقزيمة هادي بوح ديتها اللي درت راشيد لتد العبوات ديال هاد البومادة الصفره اللي درت كان ديرها وكان دوزع الجسم ديالي غير ديروها البنات وخل الحمدلله ما تكون فيكم متاشي حاجة من بحال هاد هاد الشي اللي صابنا انا من بعض المرض ولكن غير ديك النشوفية وكات تبيض كات تبيض ديروها بحال ده مثلا انا في البلايس اللي كاي بالك ما شتك بيضو لا لا بحال ده بان فى ركابية فجانة بحال تشكل ديك نشوف وذيك القشرة كتتتقشر درتها الركابية ولاوو ركابية بيضين على باقي لانا انا كنت دير هالا ركابية بزيف ولو ركابية بيضين على باقي رجليه هذا البوماده اضغطه كميه ديالها قليلا ومقدرش يدخل وكاتبقه مزيته اضغطه كميه اضغطه كميه يضغطه وضغطه كميه اضغطه يدخل كميه اضغطه وضغطه اضغطه اضغطه صف لاحقا يضغطون و يدرون غير بومادة صفره لتحت العينين و فوق العينين راها رائعة جربوا هاي البنات فاش غادي يديروها غادي تحكمو عليها وشانا غير كان كذب ووالله يلح تزوينا وخمسانا نبغيش نحلف بالنسبة الوحد الوصفة اخرى اللي هاته هي رائع وزوينا سمحوا لي كنطول عليكم وراء و لكن بغيتكم انكم تستافدوا من هاد البومادة صفره هاد البومادة صفره كنستعملوها البواسير هاد الكبريت بقى ان شاء الله غندير معاكم واحد الوصفة ديال الصابون بالكبريت اللي هو رازوينة بزاف للبشرة اللي خصوصة البشرة اللي كتكون فيها ليكزيما اللي كتكون فيها كان هدروع البشرة اللي مريضة كينيجوج انواع ديال الكبريت ولا ثلاثة حاولوا ما امكان غنوريكم الكبريت اللي ما تشريوش هذا اللي كيكون لون دياله بحلة متسخ شفتوا اللون دياله كي من الاخضر ما تشريوش شريو هاد الاصفر هاد الاصفر هو اللي يزوين هذا هو اللي يزوين مشيتي تشري وراه نفس الثامن غاير تكجوج درام ثلاثة درام مهم على حسابيت انا دائما كان شري شوية كتير على حسابيت دكش اللي بغيتي رام ماشي غالي بززاف بالنسبة البواسير ماشي اي بواسير يلا كانوا غير بواسير عاديين دوك اللي كيتنفخوا غير واحد شوية ودكشي دير اللي مغرب بومادا صفره بوحديتها راه غد يفوتوا ان شاء الله واحد ثلاثة يام من الليل دير البومادا صفره صفره غد يفوتوا انا هنا كنواجر على دوك البواسير اللي غن ديروا اليوم هاد الكبريت هم دوك البواسير اللي كيكبروا لدرجات أن الطبيب كيجول لك خاصك تفتحي يحافظكم هدي واحد سيدا كانت حدانة وخاة كانت نعود لكم وانا كان عارفكم ما كتبغيرش تتعودوا ولكن انا كانت بغير نعودوا لكم الحقائق واحد سيدا كانت حدانة قالها له واحد درجل حتى قالوا غدا تفتح وواحد درجل من العائلة ديالهم قال ليها ديري غير الكبريت وديري البومادا الصفره لديه العينين ولكن قل ليها بشرط قبل ما تخلي التحت يكون في الدار انا كان الطريقة هاي باينة كتدقي واحد شوية وكتغرب ليه وكتدري في البومادة الصفرة وفي نفس الوقت غلنا عامل لكم القصة ديال هاد السيدة قل ليها ما يكون حتيش واحد فولي ذاتك الصغار يكونوا كلهم في المدرسة والساروت ما تخليش عندك في الدار لوحيه من تحت اعطيه تجارة كله وهذاك شي اللي دارت لحته من تحت ديال الباب وعطته تجارة ودارت هاد علاش لانه هاد وعر واعر وعر عبزززلى لدوك البواسير اللي كيكونوا تسدوا تسدي تسدي ديفينيتيفمو وخاصك تمشي تدرى اوبراصيون والاوبراصيون ديال البواسيرر را خيبة بززف تسولوا علي هالناس خيبة بززف وحتى تخاتم ديالها من بعد ما كتدرى ال Benson خيبة بزف قال لي ها داري حلى كده شوية ديال ديال الكبريت وداري بحل هكده وكتدرو في الموضع ديال البواسير يحرق بزاف ومن بعد يدويهم بأي بومادا انتي بغيتي كانت واحد المتتبعي سولتني بأن الطفل راضع ديالها صغير بأنها دائما طيب وخمعتاش دارت له دارت كينتا دارت ميتوزيل دارت جميع أنواع البوماد اللي كيتبعوا في الفارماسي ورغم ذلك دائما طيب كنت قلت ليها في الإجابة في التعليق بأنه تدير لي غير الزيت الرومي الزيت الرومي يدير هالي تبقى دهنو فاش تغسل لي ودك شي تبقى دهنو بالزيت الرومي هالي تدير لي ليكوش ورغم ذلك جاوبتني قلت لي نتمنى ان هاد المتتبع اتكون في الاستماع باش تستافد من هادي جاوبتني قلت لي يا والو اي حاج均رت هالي وما جاوبتهاش تسمح لي ما جاوبتهاش قد نجاوب هادا با هادوك هادوك الاطفال اللي كتكون عندهم حساسية ديالمادة اللي كتكون في ليكوش ليكوش فيها واحد المادة اللي هي اللي كتشرب الما ديال بول أعزكم الله هادوك المادة هيكو شعور لديهم حساسية نتمنى ان هاد المتتبعات كي تستعمل هذه البومادا صفرة بعض العلاجات التي يستعملون بها التحق اذا كان عنده الاسهال كيشدو لي المادية لغدير اي المادية شتا هنا موجود المادية لغدير وكتدير فيه واحد ملعقة صغيرة كاس متالا كتدير فيه ملعقة صغيرة ديه القومادة صفره كتدوبها مزيان وكتعطيها لي وكيتوقف الاسهال نهائيا انا ما كان صحكمش بهذه لانا ما كان ديرهش لانا ما عرفش وش غا تكون عندها سلبيات اخرى كذلك اللي ضرا هالمعدة كيعطيه كيلحسو شي شوية كبير ولا صغير كدوزو غير واحد جوجد الحساس ولا ثلاثة كدوزو المعدة نهائيا ولكن اللي بناتها نارا ما كان استعملش هات جوجد لوصفات الاخرين ديه الاسهال وديه المعدة مهم نتمنى ان الابنات يستفدوا من هاد الاستعمالات الصحيحة ديه الاغوميسين وميستعملوش استعمالات الخاطئة لانا الاستعمال ديه الاغوميسين هو موضات بحيوي الاستعمال الخارجي وخاك نديروه في العين اذا ما نديروش في الجسم ديهنا ما نشربوش ما ناكلوش نقدروا نستعملو ادوية اخرى موجودة في الصيدالية ولا نمشي مع الطبيب نتمنى انكم تستفدوا من هاد البومادة الصفره وتديروها ما توليش تخطاكم كيما انا ما كتخطانيش ولو التحرقت كان ديرها مشيت الحمام وحكيت كان ديرها هاد شي اللي غديم قليكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته